اشتركوا في القناة قبلية القسمة والعوامل تعالوا نشوف أولادي ما معنى قبلية القسمة ثم بعد ذلك عندما نتطرق إلى العوامل نفهم يعني ما هي كلمة العوامل قبلية القسمة قبلية القسمة أولادي يعني لو أنت قسمت عدد على عدد يكون لناتج القسمة ليس هناك باقي يعني ما فيش باقي في ناتج القسمة ستة تقسيم اثنين ثلاثة والباقي ما فيش باقي هو 2 ضرب 3 6 طيب 12 تقسم 5 يساوي 2 والباقي 2 آه بلا يقبل القسمة إذن الـ 12 لا تقبل القسمة على 5 ليه؟ لأنه فيه باقي أما لو كان الباقي صفر يعني لا يوجد باقي إذن أولادي مباشرة نحن نقول بأن هذا العدد يقبل القسمة على العدد الآخر إذن تعلمنا أن عددا ما يقبل القسمة على عدد آخر إذا لم يكن هناك باقي لعملية القسمة طيب الأعداد أولادي إحنا أخذنا قبل كده في المراحل السابقة وفي الدروس السابقة بأنه فيه أعداد مباشرة نقدر نحكم عليها إذا كانت هذه الأعداد تقبل القسمة أم لا يعني ليس هناك باقي أم لا زي أي أولادي؟ إحنا أخذنا في الدروس السابقة أو في المراحل السابقة بأنه أي عدد زوجي ما معنى عدد زوجي؟ يعني أي عدد يبدأ من جهة اليمين لصفر أو اثنين أو أربعة أو ستة أو تمانية أي عدد يبدأ بأي رقم من الأرقام الخمسة هدول بنسميه عدد زوجي العدد الزوجي أولادي يقبل القسمة على الاتنين بدون باقي أي عدد زوجي؟ إذن أي عدد زوجي أولادي يقبل القسمة على اثنين بدون باقي إذا أنا بصت للعدد ووجدت أن العدد هذا زوجي على طول مباشرة أحكم عليه أنه يقبل القسم على اثنين وإحنا اتفقنا بأن العدد الزوجي هو عدد بدايته الصفر أو ممكن تكون بدايته الاثنين أو ممكن تكون بدايته الأربعة أو ممكن تقبل بدايته الستة أو بدايته التمانية طيب بالنسبة للخمسة الخمسة بدون لك أنا أي عدد يقبل القسمة علي لميزة بتميزه إيه هي الميزة اللي بتميزه؟ بأنه العدد في أوله إما صفر وإما خمسة يعني مثلاً أي عدد بدايته صفر يقبل القسمة على اثنين ويقبل القسمة على الخمسة أي عدد بدايته اثنين يقبل القسمة على اثنين فقط لأنه زوجي أي عدد بدايته أربعة يقبل القسمة فقط على اثنين لأنه زوجي أي عدد بدايته ستة يقبل القسمة على اثنين فقط لأنه زوجي تمام؟ أنا بتكلم فقط يعني أقصد بها المقارنة ما بين الاثنين والخمسة مش أي عدد آخر يعني أنا كلامي كله الآن على العدد اثنين والعدد خمسة فلما أقول كلمة فقط تمام؟ يعني مش معناها يقبل على اثنين ولا يقبل على عدد آخر لا أنا بتكلم أنه يقبل على الاثنين فقط ولا يقبل على الخمسة تمام؟ لأن أنا كلامي كله الآن مقارنة ما بين الاثنين وما بين الخمسة طيب اللي بدايته ستة يقبل فقط على الاثنين ولا يقبل على الخمسة طيب اللي بدايته تمانية يقبل فقط على الاثنين ولا يقبل على الخمسة إذن فقط اللي يقبل على الاثنين ويقبل على الخمسة هو اللي بدايته صفر طيب الخمسة هل في عدد له بداية أخرى غير الصفر يقبل القسمة على خمسة؟ آه غير الصفر في الخمسة لو كان العدد بداية خمسة غير الصفر يعني بداية صفر يقبل على الخمسة ولو كان بداية خمسة أيضا يقبل القسمة على خمسة إذن أولادي في حاجة مشتركة ما بين لتنين والخمسة؟ آه إذا كان العدد بداية صفر إذن يقبل القسمة على تنين وخمسة معا يقبل القسمة على 2 و 5 معا وبالتالي أولادي إذا كان العدد يقبل على ال 2 و 5 معا فإنه يقبل القسمة على حاصل ضربهم يعني يقبل القسمة على 10 إذن كمان مرة ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على 2؟ هي الأعداد الزوجية ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على 5؟ هي الأعداد التي تبدأ بصفر أو بخمسة طب ما هو العدد الذي يقبل القسمة على 2 و5 معا إذا كان بدايته صفر يقبل القسمة على 2 لأنه زوجي ويقبل القسمة على 5 لأنه بدايته صفر إذن يقبل القسمة على 2 و5 معا إذن يقبل القسمة على حاصل ضربهم يعني يقبل القسمة على 10 إذن لو أنا قلت لك هل العدد هذا يقبل القسمة على 10 لابد أن يكون بدايته صفر عشان يقبل القسمة على 10 يعني يقبل القسمة على 2 لأنه زوجي ويقبل القسمة على 5 لأنه بدايته 0 تمام كده حبايبي إذن يقبل القسمة العدد القسمة على 10 إذا كان أحده يعني بدايته 0 تمام كده حبايبي طب تعالوا شوف اللي بعدين يسألني سؤال تعالوا ندرس قابليت القسمة على 3 هل العدد 135 يقبل القسمة على 3؟ هاتي ال 135 وعملها أرقام 5 3 1 اجمع الأرقام التلاتة هدول 5 زائد 3 زائد 1 يطلع الناتج 9 وبالتالي أولادي هل التسعة تقبل القسمة على 3؟ آه تقبل القسمة على 3 إذن أولادي طالما التسعة تقبل القسمة على 3 إذن 135 نفسها تقبل القسمة على 3 إذن أنا دلوقتي بأخذ العدد أجمع أرقامه لما أجمع أرقامه بطلع ناتج الناتج هذا يقبل القسمة على 3 ولا إذا كان بيقبل القسمة على 3 يعني من مضاعفات التلاتة إذن أولادي مباشرة أقدر أحكم عليه إن هذا العدد نفسه يقبل القسمة على 3 تعالوا نشوف أولادي مثال آخر هل 403 تقبل القسمة على 3؟ 403 3 0 4 اجمعهم مع بعض 3 زائد 0 زائد 4 يطلع 7 هل السبعة من مضاعفات التلاتة؟ هل السبعة تقبل القسمة على 3؟ طبعا لا إذن أولادي مباشرة أستطيع الحكم على 403 أنها لا تقبل القسمة على 3 ما معنى لا تقبل؟ يعني لابد أن يكون هناك باقي في عملية القسمة تعالوا نشوف المثال التالي هل العدد 78 يقبل القسمة على 6؟ طبعا أولادي ما هو العدد الذي يقبل القسمة على 6؟ في البداية حبايبي هي 6 عبارة عن 2 عبارة عن 2 ضرب 3 يعني مكونات الستة هو عبارة عن العدد 2 والعدد 6 مضربين في بعض تمام كده؟ إذن أي عدد يقبل على 2 و 3 معا يعني يحقق شرط الـ 2 إنه يكون زوجي ويحقق شرط الـ 3 إنه مجموع أرقامه تقبل القسمة على 3 إذا حقق الشرطين مع بعض مش شرط واحد الشرطين مع بعض في الحالة هذه أولادي نستطيع الحكم على العدد بأنه يقبل القسمة على 2 و 3 معا يعني يقبل القسمة على حاصل ضربهم يعني يقبل القسمة على 6 تمام كده أولادي؟ تعالوا نشوف هل الـ 78 زوجية؟ آه زوجي إذن ابحث عن الشرط الآخر طب من البداية لو ما كانتش زوجي إذن لا تبحث في الشرط الآخر ومباشرة تقوله لا تقبل القسمة لأن إحنا اشترطنا في قبلية القسمة على 6 إنه لابد أن يحقق الشرطين يعني يحقق الشرط الأول إنه يكون زوجي تمام؟ إذا كان زوجيا أنظر إلى الشرط الآخر أما إذا لم يكن زوجيا فلا أنظر إلى الشرط الآخر ومباشرة أحكم عليه أنه لا يقبل القسمة على 6 طبعا الـ 78 تبدأ بـ 8 يعني زوجي طيب هل العدد هذا لو جمعت أرقام وتقبل القسمة على 3 8 زائد 7 يطلع 15 هل الـ 15 من مضاعفات الثلاثة؟ أو تقبل القسمة على ثلاثة؟ أجد إنه الـ 15 تقبل القسمة على ثلاثة وبالتالي أولادي إذن يقبل القسمة الـ 78 تقبل القسمة على 2 كونها عدد زوجي وتقبل القسمة على ثلاثة كون إنه مجموع أرقامها يقبل القسمة على ثلاثة وبالتالي أولادي طالما إنه حقق الشرطين يقبل القسمة على ثلاثة معاً إذن يقبل القسمة على حاصل ضربهم وهو الـ 6 وبالتالي العدد هذا يقبل القسمة على 6 تعالوا نشوف عدد آخر 116 هل يقبل القسمة على 6؟ لابد إنه تكون الـ 116 زوجية يعني تقبل القسمة على 2 طبعاً 116 تبدأ بـ 6 وبالتالي زوجية نبحث عن الشرط الآخر مجموع أرقام الـ 116 6 زائد 1 زائد 1 يطلع كام؟ يطلع 8 وهل الثمانية من مضاعفات الثلاثة؟ طبعاً لا ما فيش 8 في جدول ضرب الثلاثة إذن أولادي حقق شرط ولم يحقق الشرط الآخر إذن 116 لا تقبل القسمة على 2 و3 معاً إذن تقبل القسمة على 2 فقط إذن لم تحقق الشرط للثلاثة وبالتالي أولادي لا تقبل القسمة على 6 لأنه لابد من تحقق الشرطين معاً نيجي للعامل ما هو العامل؟ بيقول لي العامل هو عدد يقبل قسمة عدد آخر عليه بدون باقي يعني مثلاً الخمستاشر تقبل القسمة على 1؟ آه تقبل القسمة على 1 إذن الواحد عامل من عوامل الخمستاشر هل الخمستاشر تقبل القسمة على 3؟ آه إذن الثلاثة عامل من عوامل الخمستاشر هل الخمستاشر تقبل القسمة على 5؟ أيوة إذن الخمسة عامل من عوامل الخمستاشر هل الخمستاشر تقبل القسمة على نفسها أقول لك آه الخمستاشر تقبل القسمة على الخمستاشر إذن الخمستاشر عامل لنفسه إذن أولادي ما معنى كلمة عامل أن عدد آخر يقبل القسمة عليه بدون باقي تعالوا نشوف هذا الكلام نحن لسه متكلمين عن العدد خمستاشر وعرفنا أنه الخمستاشر هي عبارة عن واحد ضرب خمستاشر وعبارة عن ثلاثة ضرب الخمسة ثلاثة ضرب الخمسة تعطيني خمستاشر إذن الثلاثة والخمسة عوامل للعدد خمستاشر يعني الخمستاشر لو قسمت على الثلاثة تقبل القسمة بدون باقي والخمستاشر لو قسمت على الخمسة تقبل القسمة بدون باقي طيب أيضا في عندي 1 ضرب الـ 15 يساوي 15 يعني لو قسمت الـ 15 على الـ 1 يطلع الناتج بدون باقي إذن الـ 1 عامل للـ 15 والـ 15 لو قسمت على نفسها يطلع الناتج بدون باقي وبالتالي الـ 15 عامل لنفسها إذن الـ 1 والـ 15 عوامل للعدد 15 تمام كده حبيبي طيب بيسألني هنا سؤال هل العدد ستة من عوامل العدد خمسمية تمانية وعشرين يعني هل الخمسمية تمانية وعشرين تقبل القسمة على ستة طبعا قابلية القسمة على ستة لسه متكلمين عنها حالا انه لابد انه يتحقق شرطيا ان يكون العدد زوجيا الامر الثاني ان يكون مجموع ارقام العدد تقبل القسمة على تلاتة او من مضاعفات التلاتة تعالوا نشوف خمسمية تمانية وعشرين بتبدأ بثمانية والثمانية عدد زوجي اذا خمسمية تمانية وعشرين عدد زوجي اذا هذا العدد يقبل القسمة على اثنين كونه زوجي وبالتالي اولادي تحقق الشرط الاول نيجي نشوف الشرط التاني هل خمسمية تمانية وعشرين لو جمعت الثمانية زائد الاثنين زائد الخمسة يطلع كم المجموع يطلع المجموع عندي خمستاشر هل الخمستاشر من مضاعفات التلاتة أو تقبل القسمة على تلاتة طبعا أكيد إذن الخمسمية وتمانية وعشرين تقبل القسمة على تلاتة وتقبل القسمة على اثنين إذن تقبل على اثنين وتلاتة معا إذن أولادي تقبل القسمة على ستة وطالما تقبل القسمة على ستة بدون باقي إذن مباشرة الستة عامل من عوامل خمسمية تمانية تعالوا أولادي نشوف المثال التالي بقول لي أوجد عوامل العدد 35 يعني إيه هي الأعداد اللي اضربها في بعضيها تديني 35 طبعا عندي واحد ضرب 35 يديني 35 وعندي 5 في 7 يديني 35 إذن أربع عوامل الواحد وال35 والخمسة والسبعة هدول بنسميهم عوامل العدد 35 كم عامل؟ 4 الواحد والخمسة والثلاثين والخمسة والسبعة تعالوا ناخد المثال الأخير ونختم به العدد 16 العدد 16 ما هي عوامله؟ يعني إيه الأعداد اللي اضربها في بعضيها تديني 16 طبعا واحد ضرب 16 يعطيني 16 اتنين ضرب 8 تعطيني 16 أربع ضرب أربعة يعطيني 16 وبالتالي عدد العوامل خمسة يجي طالب يقول لي لا يا أستاذ 6 1 وستاشر واثنين وتمانية واربعة واربعة يقول له لا الأربعة واربعة مكررة بناخدها مرة واحدة فقط ويصبح بالتالي خمسة عوامل فقط إذن ما هي عوامل العدد 16؟ عوامل العدد 16 الواحد والاثنين والأربعة والتمانية والستاشر وعددهم خمس عوامل بكده أولادي إن كن وصلنا نهاية درسنا اليوم على أمل اللقاء بكم بالنشيط الرحمن طبتم في رعاية الله نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة